السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن واحد من الدروس الأساسية اللي لازم كل اللي بيدرس الكيميا في جميع المراحل يبقى عنده فكرة عنها فكرة أساسية كمان عنها ويكون عارفها بشكل كويس وهو الجزئية بتاعة البلانسينج الكيميكال اكويجين أو باللغة العربية وزن المعادلات الكيميائية أي معادلة كيميائية بتبقى عاملة زي الميزان بيبقى فيه جزء على الشمال وفي النص فيه المركز بتاع الميزان والجزء على اليمين وهو يعتبر هو البرودكت الجزء على اليمين ده هو البرودكت أو البرودكت إما ناتج وإما نواتج والجزء على الشمال ده اسمه 리اكتانت أو الرياكتانت اللي هو المتفاعل أو المتفاعلات طبعا لقانون ثبات الكتلة المفروض إن الكمية بتاعة المتفاعلات بتساوي الكمية بتاعة النواتج فالموضوع أشبه بالميزان ماينفعش أنا يبقى عندي سبع جزيئات مثلا تلاتة من اي واربعة من بي وبص ألاقي في الآخر طلالي مثلا تمانية تمان جزيئات في الفروودكت لا ماينفعش ده ماينفعش لازم يكون عدد الجزيئات اللي داخل في التفاعل بيساوي عدد الجزيئات الخارج من التفاعل وهو ده اللي احنا نعمله النهاردة فيه وزن المعادلات الكيميائية طيب هنبدأ بأول مسألة على طول أول حاجة تعملها انك تبص على الأطومز اللي عندك وأنواعها احنا عندنا C عندنا H عندنا O كربون هايدروجين أكسجين C O H طيب اللي هنملاحظوا بقى ان الأكسجين متقسم في الجزء بتاع البرودكتس اللي هوا اللي عليميني الأكسجين متقسم لجزئين أو موجود في مركبين موجود في CO2 وموجود في H2O نوعية الأطومز دي في وزن المعادلات صعب ان انت تحسبها فدي بتعمل اللي حواليها الأول وبعدين بيوصلك لها في النهاية فلو بصنا هنا هنلاقي ان الكربون موجود هنا في C3 H8 بس وموجود في النحية التانية في CO2 بس فده سهل ان انت تعمله بالانسينج أو انك توزنه طيب توزنه ازاي هنبدأ الأول بالكربون الكربون معها كم هبارة عن كم أطوم هبارة عن ثلاثة طب الكربون هنا كم واحدة بس مفرد هنا واحد بس ما بيكتبش واحدة بس طيب انا عايزة اوزنهم اوزنهم ازاي اضرب هنا في ثلاثة طب أنا ليه ما اضربش هنا في ثلاثة على طول لا ما ينفعش في وزن المعادلات ما تروحش تحط المعامل اللي انت هتضيفه أو الـ the coefficient اللي انت هتضيفه على الأطومز اللي انت عايز تعدلها بس او عايز تساوي اليمين باليسار بس لا ما ينفعش لما تحط كوكفيشنت او تحط معامل لازم تحطه برا المركب كله بحيث ان هو لما يتعمل له مالتبلاي تعمل له مالتبلاي في كل الاتومز اللي موجودة جوه المركب طيب يبقى احنا كده معنا الكربون 3 في الطرفين هنا 3 وهنا 3 طيب بعد كده الهايدروجين الهايدروجين هنا كام 8 هل موجود هنا هييدروجين لا طيب الهايدروجين هنا كام 2 طيب انا عايزة ساوي الهايدروجين هنا بالهايدروجين هنا اخد الرقم الكبير ده اللي هو 8 وقسمه على الرقم الصغير اللي موجود هنا اللي هو الاتنين هيطلع لي 4 يبقى انا عشان اوزن المعادلة دي لازم احط هنا 4 طيب احنا قلنا قبل كده ان الكوكفيشنت او المعامل ده لما بيتحط في الاول ما بيتضربش في القطم اللي انت عايز تعدل رقمها بس ده بيتضرب في المركب كله يبقى احنا في الحالة دي لو بصنا هنا مثلا اسف لو بصنا هنا مثلا هللق ان احنا عندنا الكربون مضروف في 3 يبقى 3C وال3 دي برضو هتضرب في الO2 طيب 3 في O2 الO ب2 اساسا يعني في 2O واحنا ضربناهم في 3 يبقى احنا معانا 6O احنا معانا 6O لما تيجي لما تيجي تعمل ملتيبلاي لأتومس هي اصلا موجودة في اكتر من رقم يعني مثلا زي الO2 هنا او هنا تضربه في الكوكفيشنت تضرب الرقمين في بعض ما تعتبرهاش اكسجينة واحدة يبقى احنا في الحالة دي معانا 6 أكسجين جميل جدا تلما تيجي نبص هنا بقى الاربعة الكوكفيشنت اللي احنا حطنا ده هتضرب في الH وهتضرب في الO 4 في 2 ب8 هيدروجين 4 في 1 ب4 أكسجين تب ما تيجي نشوف بقى الحزبة اللي على الشمال معانا 3 كربون معانا 8 هيدروجين ومعانا 2 أكسجين طيب 3 كربون هنا 3 كربون هنا 2 أكسجين هنا مع 6 أكسجين و4 أكسجين يبقى مجموعهم 10 أكسجين يبقى الأكسجين مش مزبوطة تب ما نشوف الهايدروجين 8 هيدروجين مع 8 هيدروجين يبقى اللي ناقصنا ايه اللي ناقصنا ان احنا نزبط الأكسجين عندنا على الشمال 2 وعندنا على اليمين 10 قلنا نعملها ازاي هنجيب الرقم الكبير 10 ونقسمها على الرقم الصغير اللي هو 2 هيتطلع علينا 5 يبقى احنا بالعقل بقى هنحط الخمسة عند الأول هنا ولا الأول هنا انت عندك قريدي هنا بالفعل عندك 10 أكسجين وعندك هنا 2 أكسجين يعني انت محتاج تعمل في المكان اللي الأكسجين فيه يبقى 10 يبقى احنا اكيد هنحط الخمسة دي على الأكسجين اللي على اليسار علشان تتساوي مع عدد الأكسجينات اللي موجودة على اليمين الموضوع ممكن يكون بالنسبة للبعض ما هوش يعني سهل الناس ما تفهموش بسرعة ولكن مش مشكلة مع الأمثلة إن شاء الله هتفهموه مثال ده رقم 2 أول حاجة نروح على الألومينام الألومينام هنا واحد وهنا واحد مافيش مشكلة نكمل الألومينام هنا بواحد وهنا باتنين يبقى هنضرب هنا في اتنين بسيحنا لما ضربنا هنا في اتنين ضربنا الهيدروجين في اتنين وبردو السيلtte ضربت في اتنين هقودي بالكم من المعلومة دي طيب السيل لي هنا بكام أصبحت اتنين ما احنا لما حط لنا اتنين عديلنا الهيدروجين وعديلنا الكوراين أصبحت اتنين والسيل لي هنا بكام بتلاتة طيب خلوا عندكم بقى القاعدة دي لما تبقى شغال علاقتهم معينة عايز تعمل لها بلانسينج موجودة على طرف ب2 وموجودة على طرف ب3 اعكس الرقمين تضرب الثلاثة في 2 وتضرب الثلاثة في 3 علشان هما الاثنين يبقوا 6 علشان هما الاثنين يبقوا 6 يبقى انت يبقى عندك 2 كلوراين على اليسار في الرياكتنت وتلاتة كلوراين على اليمين في البرودكت خلاص هتضرب الثلاثة دي اللي فيها الثلاثة تضربها في المعامل 2 وتضرب اللي فيها الثلاثة في المعامل 3 تمام؟ طيب احنا اصلا عندنا كو اوفيشنت في الهي سيئل عندنا كو اوفيشنت اصلا اللي هو 2 وانحنا لسه بنقولها هنضرب السيئل في 3 يبقى هل ايه؟ يعني شيل الاثنين دي وحط 3 ولا عمليه؟ لا لما انت اضطريت علشان توزن معادلتك انك تطلع ب2 كو اوفيشنت اضربهم في بعض تضربهم في بعض يعني شيل الاثنين والثلاثة دي وحط 6 ايوه بالزبط هتشيل الاثنين وهتشيل الاثنين وهتشيل الاثنين وهتحط 6 وهتحط 6 طيب ما نبص كده ونعيد تانى نشوف ايه اللي حصل معنا الالومينام هنا بواحد الالومينام هنا بعد ما حطتلك كو اوفيشنت اثنين ما هو افتكر ايه الفكرة الاساسية في وزن المعادلات هي الحتة دي لما تيجي تعمل بالانسينج وتحط كو اوفيشنت في الاول او هتفكر ان انت حطه للاتومز اللي انت عايز تعدلها بس لا انت بتغير عدد الاتومز في الكمباوند او في المركب كله كده الالمونيوم اصبح اثنين والسي ال اصبح اثنين في ثلاثة بستة اه يبقى احنا معنى كده ان دهي عندنا اثنين الالمونيوم هنا وهنا الالمونيوم واحدة بس يبقى هنضطر ان احنا نضرب هنا في كام في اثنين مش معنى ان انت بدأت باتوم بسيت على الشمال وبسيت على اليمين اللي قتها مظبوطة وزوطت معاك وروحت على اللي بعدها غيرت فيها مش معنى كده ان الاتوم الاولانية دي خلاص بقى يعني خلاص اتزبطت ومش هنرجع لها تاني لا اي كو اوفيشنس انت هتحطها او معاملات انت هتحطها هتغير في شكل المعادلة هتتطرك ترجع تحسب الاتومز كلها من الاول تاني ولو في الاول ما كنتش محتاج تضيف كو اوفيشنس ودلوقتي محتاج تضيف لازم تضيفه لانه هم ما بتغيرش الاتوم اللي انت عايز تزاودها بس اللي بتغير الاتومز اللي في المركب كله طيب يبقى احنا كده عندنا 2AL وعندنا هنا 2AL بعد ذلك نقش على هيدروجين مضربه في 6 عندنا 6 هيدروجين هنا الهايدروجين عبارة عن 2 بس طب احنا عايزين نوازن الكافتين احنا عندنا هنا 6 هيدروجين وعندنا هنا 2 هيدروجين هنروح هنا في الحتة اللي عايزة تزيد ناخد الرقم الكبير اللي هو الستة نقسمه على الرقم الصغير اللي هو اتنين هيطلع لنا تلاتة يبقى معنا كده ان احنا محتاجين نحط هنا تلاتة وفعلا لو ضربت تلاتة في اتنين هيطلع لك 6 هايدروجين هيتساوي مع الستة هايدروجين اللي موجودين هنا طيب عندك كم CL عندك 6CL ما يقول 6 مضربة في الـCL برضو عندك 6CL طبع عندك هنا كم CL دول تلاتة مضربين في البداية باتنين هيطلع ستة CL يبقى الإكويجن بتاعتك كده مزبوطة كده مزبوطة طيب نروح على المثال اللي بعده جاليوم سيو بي ار كل تو جي اي بي ار هنبدأ الاول بالجاليوم الجاليوم هنا واحد وهنا واحد مفيش مشكلة ممكن نرجع له تاني هنا واحد وهنا واحد مفيش مشكلة طيب هنا تنين وهنا تلاتة ده تنين وده تلاتة يبقى نعكس نضرب ده في تلاتة وده في اتنين طيب ايه اللي تغير هنا اللي تغير حاجات كتير لما انت ضربت هنا في تلاتة الكبر اصبح تلاتة والبرومين اصبح ستة لأن انت لما تضرب تلاتة في واحد بتلاتة يبقى انت هنا معك تلاتة سيو تلاتة في اتنين يبقى انت معك هنا ستة بي ار والجاليوم لسه زي ما هي واحد جميل جدا طيب الناحة التانية اللي حصل الاتنين لما اتضربت في الجاليوم بقت اتنين جي ايه جميل والاتنين لما اتضربت في تلاتة بي ار اتنين في تلاتة بستة بي ار طيب هنا سيو واحدة زي ما هي اولا السيو مش مزبوط في الكفتين هنا تلاتة وهنا واحد طيب منبص كده على السيو مضروب فعلا في تلاتة وهنا في واحد طيب عايزين نسويهم نمضربين هنا في تلاتة جميل جدا نبقى احنا كده زبطنا السيو الحاجة التانية اللي مش مزبوطة ال بي ار ستة هنا وستة هنا اللي مش مزبوط هو الجاليوم الجاليوم هنا مضروب في اتنين وهنا واحد بس يبقى نضرب هنا في اتنين يبقى احنا رجعنا له تاني بعد ما قلنا في الاول ان هو كان مصبوط بس هو اتغير لما اضفت انت معاملات او كو افشانتس تاني طيب المثال اللي بعد كده ايو داين فلوراين ادي لنا اي اف سبن الاي باتنين الاي هنا بواحد يبقى احنا مبدئيا كده هنضربينه في اتنين بس لو ما ضربنا في اتنين ضربنا الاي والاف في اتنين بقى معانا اتنين اي وبقى معانا اتنين في سبعة باربعتاشر اف عندك هنا اتنين اي وعندك هنا الاف باتنين بس دي مزبوطة لما دي مش مزبوطة هنا اربعتاشر وهنا اتنين تيجى عند الطرف اللي انت عايز يزيد تحط الرقم الكبير اربعتاشر على اتنين اللي هو رقم الصغير يطلع لك سبعة تحطه هنا وبس يبقى كده الاكووجين بتاعتك جميل جدا طيب ناخد نسال تاني فيه فكرة او فيه معلومة جديدة S O2 بلس O2 يدينا S O3 ال S هنا وهنا بواحد ال O هنا باثنين وهنا باثنين يبقى اربعة وهنا يبقى بتلاتة فيه ناس ممكن تقول اسهل واسلم حال ان احنا نضرب هنا نص نحط هنا نص ليه؟ علشان لما يبقى نص الاتنين دي هيروحوا مع بعض يبقى الاكسوجين هتبقى واحد يبقى انت عندك هنا واحد اكسوجين وعندك هنا اتنين اكسوجين وعندك هنا تلاتة اكسوجين يبقى الكلام مزبوط اتنين اكسوجين وواحد اكسوجين يبقى تلاتة اكسوجين وهنا تلاتة اكسوجين تبقى تمام الحل ده مش مزبوط مية في المية ليه مش مزبوط مية في المية لان في المعادلات الكيميائية لا يفضل وبالذات لما تيجي تعمل لا يفضل ان انت يبقى عندك كسور ان او المعاملات بتاعتك لا تفضل ان هي تكون كسور من الافضل ان هي تكون كلها او معاملات صحيحة طيب في الحالة دي نعمل ايه هي كده المعادلة موزونة طيب ما انا اقول لك حاجة انت ممكن تاخد المعادلة دي كلها على بعضها كده وتضرب جميع اطرافها في اتنين طيب هنضرب الاس او تو في اتنين هتبقى اتنين اس او تو بلس طيب انت عندك قردي دي عندك نص وانت هتضرب كله في اتنين هتضرب ال او تو في اتنين هيروحوا مع بعض ويتبقى لك ال او تو طيب هتضرب هنا في اتنين في الاول جميل تو اس او ثري عايزين نشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط نحسب ان عندنا كم اس على الشمال اتنين اس على الشمال اهم عندنا مغير اللون علشان يبقى الكلام واضح عندنا اتنين اس على الشمال طب عندنا كم او على الشمال كله اتنين في اتنين باربعة واصلا معنا اتنين يبقى ستة او طيب على اليمين عندنا كم اس عندنا اتنين س عندنا كم او اتنين في تلاتة بستة او يبقى كده المعادلة بتاعتك موزونة يبقى المعلومة اللي احنا عرفناها في المثال ده ان انت ساعة لما تيجي تلاقي ان افضل شيء تعمله للاكووجين بتاعتك هو انك تضرب في نص او تضرب في كسر والمعادلة تبقى موزونة وكل تمام برضو ابقى اضربة في اتنين علشان انت ما ينفعش تحط كو فيش انت او معامل في وزن المعادلات ان هو يكون كسر او يفضل ان انت تتخلص من الكسور في وزن المعادلات طيب اخر مثال اخر مثال بيقول ايه بقى سي فور اتش تن بلس او تو يعاد يدينا سي او تو بلس اتش تو او طب ما نبدأ باول واحد واحنا ماشيين اول واحد واسهل واحد واللي موجود في مركب واحد اما على اليسار واما على اليمين هو الكربون الكربون هنا باربعة الكربون هنا بواحد هنضرب هنا باربعة لما ضربنا هنا فاربعة غيرنا دول كلهم ضربنا دي فاربعة وضربنا دي فاربعة اصبح هنا معنا اتنين اكسوجين فاربعة بتمانية طيب هنجلها دلوقتي الهايدروجين الهايدروجين هنا بعشرة هنا باتنين نروح عند اللي احنا عايزين نزوده نحط الرقم الكبير اللي هو العشرة على الاتنين هتطلع خمسة اللي اتعدل هنا اللي اتعدل هنا مش الهايدروجين بس اللي اتعدل هنا الهايدروجين والاكسوجين كمان طيب جميل جدا عايزين نوزبط بقى الأكسجين الأكسجين هنا ب2 والأكسجين هنا 4 في 2 ب8 زائد 5 في 2 ب10 أكسجين يبقى مجموعهم 18 O هنا 2 وهنا 18 طيب نحسابها تاني 4 كوفيشينت في 2 أكسجين ب8 5 في 1 أكسجين مش 2 أسف في 1 أكسجين هتبقى 5 في 1 ب5 5 في 1 الخمسة دي تساوت لها ملتبلاي مع الأكسجين بقت 5 O 5 و 8 13 5 و 8 13 يبقى احنا عندنا 13 أكسجين على اليمين و 2 أكسجين على الشمال طبعا الكلام ده مش مظبوط محتاجين نوزنها نوزنها ازاي نيجي عند اللي احنا عايزين نزودها ناخد الرقم الكبير اللي هو 13 نقسمه على 2 طيب نحط الرقم ده هنا 13 على ال 2 ده مش هيطلع عدد صحيح ده هيطلع كسر ده هيطلع كسر وإحنا بنقول إن لا يفضل إن احنا نطلع كسور فأفضل شيء نعمله إيه إن احنا نضرب المعادلة كلها نضرب المعادلة كلها في 2 لما هنضرب المعادلة دي كلها في 2 علشان نتخلص من الكسر هيبقى C4 H10 تضربت كلها في 2 يبقى 2 C4 H10 plus 2 اللي احنا عايزين نضربها times 13 على 2 اللي هي already موجودة اللي 2 هتروح مع اللي 2 ونحط O2 وهو ده الهدف من اللي احنا نضرب في 2 أصلاً إن احنا بنتخلص من اللي 2 اللي عند الكسر طيب 4 CO2 تضربت في 2 2 4 8 CO2 plus 5 H2O هتضربت في 2 يبقى 10 H2O طيب عايزين نشوف بقى الاتومز كده مزبوط ولا لأ الاتومز دي balanced ولا لأ عندنا C H O على اليسار فعلاً احنا عندنا 3 أنواع بس من الاتومز على الشمال وزيهم 3 أنواع بس على اليمين C و H و O طيب نحسب الكربون كام 2 في 4 8 الهايدروجين 2 في 10 ب20 وبالنسبة للأكسوجين الأكسوجين 2 13 12 في 2 ب6 و 20 طيب نيجي بقى على الطرف الثاني الكربون 8 8 طيب جميلة احنا عندنا 8 بخلاص كده الكربون الهايدروجين الهايدروجين H2 2 2 2 10 2 2 10 20 مزبوط طيب الأكسوجين ده عندنا هنا في الأكسوجين عندنا هنا 2 في 8 ب16 جنب ده 8 في 2 ب16 و المركب ده 10 10 و 16 و 10 و 10 و 16 يبقى 26 اكسوجين وبكده تكون المعادلة موزونة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته